مرحبا بكم في مال مغرب من واشنطن نحن سعداء بلقائكم في حلقة جديدة من برنامج مع المغرب من واشنطن في 29 سبتمبر الماضي أرسل 27 عضوا من الكونغرس الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية أنتني بلينكين مطالبين إياه بإيقاء عقوبات على الجزائر بالسبب شرائها لسلاح روسي متطور وفي رسالة منفصلة بعث سيناتر الجمهوري ماركو روبيو في 14 سبتمبر الماضي رسالة طالب فيها كذلك وزير الخارجية الأمريكي بإيقاء عقوبات على الجزائر لنفس السبب وحسب مضمون الرسالتين يحث ممثل الشعب الأمريكي على تفعيل قانون محاربة أعداء أمريكا الذي ينص على معاقبة أي طرف أو دولة تنخرط في علاقات عسكرية أو استخباراتية مع روسيا في حلقة اليوم سوف نحلل هذا القانون وسنناقش التبعات التي يمكن أن تترتب على العلاقات الجزائرية الأمريكية وما هي احتمالات أن تتخذ وزارة الخارجية بعض الإجراءات ضد الحكومة الجزائرية يضم إلينا هذا الأسبوع خبيران في القضايا الدولية الأول هو عضو الكونغرس السابق طابي مافت الذي كان عضوا عن الدائرة السادسة في ولاية كونكت من عام 1975 إلى عام 1983 وهو ناشط بارز في الحزب الديمقراطي وسبق له أن عمل في خدمة المصالح المغربية لسنوات عديدة وأسس مجموعة مافت وهو الآن نائب رئيس مؤسسة ميرفي للعلاقات العامة والضيف الثاني هو تيم كوستنتاين وهو كاتب عمود مرموق بجريدة واشنطن تايمز ويقدم برنامجا إذاعيا بعنوان الكابتل هيلشو الذي يغطي رقعة الولايات المتحدة بكاملها نبدأ كما هي عادتنا مع المعلق الخاص للبرنامج مارك فايفلي مارك هذا تطور سياسي مهم فلدينا مجموعة تضم ممثلين عن كل الحزبين يطالبون وزير الخارجية بمعاقبة الجزائر بالسبب صفقاتها التسليحية مع روسيا لكن في المقابل الوزير بلينكين غير ملزم بالتباع هذه المطالب سؤالي لك ما هي القيمة العملية لهذه الرسائل عدا أنها تعبر عن موقف المشرعين الأمريكيين لقد حقق الموضوع الجزائري بالكونغرس ما لم يتم لفترة وهو الإجماع على توجيه رسالة للوزير بلينكين للمطالبة بمعاقبة الجزائر وهو أمر هام ونحن على بعد أسابيع فقط من الانتخابات التشريعية الخلاصة هي أن موقفنا تم تسجيله من قبل السلطة التشريعية وغيرها بأن الجزائر يجب أن يصلها هذا الإنضار أسوة ببقي الدول التي تشتري السلاح من روسيا والجزائر هنا حالة خاصة لأنها تشتري بكثرة وبنسب عالية من ميزانيتها الدفاعية يشترون المدمرات والمقاتلات والغواصات وكل ما يرافقها وبالتالي من الصعب عليهم أن يتوقفوا فجأة ويتوجهوا إلى طرف آخر نظرا لضرورات الصيانة وقطع الغيار واستمرارية كل هذه الأنظمة الباهد التمن ويصعب استبدالها من جهة أخرى طبعا ما قد يحدث هو أن نجد وقفة انتظار من قبل بلينكين وترقب لما سيحدث بين روسيا وأوكرانيا وما يريد فعله من زاوية جيوسياسية محضة ربما حين يعود الكونغرس مع بداية السنة المقبلة سيخصص جلسات استماع لهذا الموضوع ثم يضعون تصورا مكتوبا لمثاق الدفاع الوطني كما قد يخط بعض المحادير أمام الجزائر وإلى أن يتم ذلك فما حدث هو مجرد انضار للجزائر من قبل أمريكا وحلفائها لنراقب ردة فعلهم وأنا أشك أن يقبلوا على أي تغيير لكن من الواضح أن الاهتمام في واشنطن سوف يركز على هذا الموضوع السيد مافت أتوجه إليك بهذا السؤال ما هو انطباعك تجاه هتين الرسالتين وما مدى أهميتهما أولا ليس في ذلك شيء جديد بمعنى أنه دائما كان هناك قلق يعبر عنه الحزبان إزاء المنطقة وبطبيعة الحال إزاء الصراع على الصحراء لمدة طويلة وأعتقد أن هناك العديد ومنهم أعضاء تحدثوا إليهم من أصدقائي في الكونغرس في كلا الحزبين يشعرون بأن التوتر بسبب الصراع على الصحراء يزداد وأن هناك حاجة إلى تقليصه ومعالجته والتوصل إلى نوع ما من التسوية أو الاتفاق فكثير مما يحدث بما في ذلك من طوط عليه رسالة أعضاء الكونغرس من انتقاد لشروع الجزائر في شراء أسلحة روسية هو انعكاس لذلك الصراع فالجزائر عندما تشتري هذا الكم من الأسلحة الروسية إنما تعكس بذلك الصراع حول الصحراء وأعتقد أن الجزائر في موقف صعب للغاية ودعنا نأمل في أنه مع انتخابات الرئاسة الجزائرية القادمة في عام 2024 قد تتمخذ عن تطورات إيجابية أكثر من الأشياء السلبية بمعنى أن تسفر الانتخابات عن إصلاح سياسي في الجزائر وأن تجد الجزائر سبيلا للانفكاك من الارتباط بروسيا إلى حد ما يمكن قبوله وما يحدث في أوكرانيا يغير كليا خريطة الجغرافيا السياسية بشكل دراماتيكي إلى حد أنه حتى بعد انتهاء الصراع المسلح في أوكرانيا فإن العامل الروسي ومدى انخراط الأطراف الدولية مع بوتين سيصبح قضية كبرى بل ومشكلة كبرى لأي دولة تتعامل مع بوتين تيم سبق للولايات المتحدة أن أوقعت عقوبات على حليف واحد في السابق هو تركيا وكان ذلك بسبب شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي S-400 وهي العقوبات التي استهدفت بعض الشخصيات التركية المنخرطة في الصفقة ومنعة الشركات الأمريكية من التعامل معها في نظرك ما هي فعالية هذه العقوبات عموما في كل مرة يتم فيها فرض عقوبات اقتصادية فالأسلوب المعمول به وفرضها تدريجيا فأنت لا تسدد أقوى ضرباتك في البداية ولذلك أعتقد أن الولايات المتحدة منحت تركيا بعض الوقت ليمعن صانع القرار فيها التفكير ولكن هناك فارق هام يميز بين المثال التركي وبين الجزائر فتركيا ليست بالضرورة عقيدة العزم على انتهاج طريق معاد للولايات المتحدة قد تتخذ تركيا بعض الإجراءات التي تبدو لنا معادية مثل علاقات تركيا مع روسيا ومع ذلك قد نتطلع إلى نوع ما من العلاقات الإيجابية مع تركيا ولكن بالنسبة للجزائر فهي دولة تتخذ بالفعل مواقف عدائية وسأعطيك مثالين لا علاقة لهم بتلك الرسالة من أعضاء الكونغرس ففي أول شهر الحالي طلبت الجزائر من الكنيسة الكاثوليكية أن توقف نشاطها في الجزائر بعد أن كانت قد نظمت جهودا ساعدة الآلاف من الجزائريين المحتاجين مع ذلك طالبت الجزائر بخروج الكنيسة الكاثوليكية اعتبارا من أول أكتوبر ومع أسبانيا على سبيل المثال حاولت الجزائر إثارة بعض المشاكل الاقتصادية بوضع قيود على الطاقة والآن بدخول الجزائر اتفاقا عسكريا ضخما مع روسيا لاستراد أسلحة ومعدات حربية فإن ذلك ليس فقط يشكل تحديا للولايات المتحدة ولكن للغرب بأسره وهذا في اعتقادي هو القلق الأكبر الذي يثير التساؤل عن توجهات الجزائر أعود إليك مرة أخرى يا توبي إلى أين تتجه الأمور بخصوص هذا الموضوع وكيف تتوقع أن يكون رد وزارة الخارجي الأمريكية لا أعتقد أن ذلك سيحدث فإذا عدنا إلى الوراء لسنوات قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بل لعقود قبل ذلك سنجد أن الولايات المتحدة لم تكن راغبة في اتخاذ خطوات أو إجراءات مثل تلك ضد الجزائر أو ضد عديد من الدول الأخرى والآن ونحن بصدد مرحلة الصراع في أوكرانيا وما سيتبعها بغض النظر عما سيكون الشكل فإن إدارة الرئيس بايدن بل والإدارة القادمة شأنها في ذلك شأن الإدارة الأمريكية السابقة تنظر إلى هذه الأمور باعتبارها بالغة التعقيد لأنها تريد إيجاد بديل للغاز الروسي وتعلم الإدارة ذلك وفي اعتقادي لن تقدم إدارة بايدن على فرض عقوبات على الجزائر ما لم تدخل الجزائر في علاقات أوثق مع روسيا لذلك لا أرى إمكانية لفرض العقوبات على الجزائر ولكن أعتقد أن رسالة مثل تلك من أعضاء مجلسي الكونغرس إلى وزير الخارجية الأمريكي سيكون لها تأثير وستسفر عن موقف أكثر حزما وراء السطار وكلف أبواب مغلقة في مجال العلاقات الثنائية بين الجزائر وبين الولايات المتحدة تيم ما يثير انتباهي حول هذه الصفقات الجزائرية الروسية هو حجمها وقيمتها سوف أقرأ لك ما قالته النائبة ليسا مكلين والتي تزعمت رسالة أعضاء الكونغرس إلى بلينكين حيث قالت ما نصه ليس هناك شك أن تزايد العلاقات الروسية الجزائرية هو تهديد لكل العالم ففي السنة الماضية فقط وقعت الجزائر اتفاقا تسلحيا مع روسيا بما يفوق سبعة مليارات دولار ويضم بيع طائرات روسية لم يسبق لموسكو أن باعتها لبلد آخر حدثنا عن التهديد الذي ذكرته النائبة مكلين وإلى أي مدى هو موجه ضد الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين مثل المغرب أعتقد أنها تشكل خطرا حقيقيا حيث أن أحد أهداف الولايات المتحدة وتحقيق الاستقرار والحفاظ عليه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعندما تنخرت روسيا في شراكة مع الجزائر بهذا الحجم وذلك النطاق فإن ذلك يشكل خطرا حقيقيا يهدد الاستقرار وهو خطر يهدد أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة وهو خطر يتهدد أجزاء في أوروبا وخطر على علاقات أطراف عديدة بالولايات المتحدة وهنا يثور التساؤل ما الذي يمكننا أن نفعله؟ العقوبات الاقتصادية تشكل أحد الخطوات ولكنك لا ترغب في الوصول إلى الاضطرار لاتخاذ خطوات أبعد ولكن عندما يكون الروس في الصورة وبهذا المستوى العسكري يجب الشعور بقلق حقيقي ويمعان النظر فيما يعنيه ذلك مشاهدين الكرام سمعنا أفكارا قيمة من ضيفينا وسوف نقف على المزيد بعد العودة من الفاصل ابقوا معنا مشاهدين الكرام مرحباً للمغرب من واشنطن مرحباً بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام في برنامج مع المغرب من واشنطن على قناة ميديان اليوم نناقش مطالب أعضاء الكونغرس الأمريكي للمسؤولين الأمريكيين بإيقاء عقوبات عالة للجزائر بسبب صفقاتها التسليحية مع روسيا أريد العودة مرة أخرى إلى عضو الكونغرس السابق طوبي مافت طوبي في رأيك هل يجب على الإدارة الأمريكية أن تتخوف على المصالح الأمريكية جراء هذه الصفقات التسليحية؟ في أي مرة يتم فيها إدخال قدر هائل من الأسلحة إلى منطقة تشهد بالفعل توتراً كبيراً فأن ذلك ليس شيئاً جيداً وأعتقد أنه في الكواليس تم إبلاغ الجزائر بذلك من وزير الخارجية بلينكين وربما عن طريق زعماء آخرين في دول مختلفة لا نعرفها وبطبيعة الحال هناك شعور بالقلق وقد لا أكون على دراية كافية بما يحدث لكني لا أتصور أن الولايات المتحدة تعتقد أن بوسعها وقف كافة مبيعات الأسلحة الروسية إلى دولة الماء ولا أعتقد أن العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا تهدف إلى وقف التجارة الروسية في الأسلحة ولكن ربما تكون كذلك أو سوف تصل إلى ذلك الحد تيم هل تعتقد أن هذه العقوبات كافية فكما قال طوبي الجزائر سوف تواصل شراءها للسلاح الروسي فما الذي تملكه الولايات المتحدة وباقي حلفائها للضغط على الجزائر وحماية مصالحهم يمكن أن تشمل العقوبات طائفة عريضة من الإجراءات ولا أعتقد أن تكون البداية بتوجيه أقصى الضربات وإنما تنظر لترى ما هو التحذير الذي توجهه وما الذي يمكن عمله بعد رؤية رد الفعل إزاء قدر العقوبات الأولين والذي يجب أن يكون كبيرا بالقدر الذي يلفت انتباه الجزائر ولكن ليس بقدر هائل يجعل الولايات المتحدة بدون سهام أخرى يمكن توجيهها دعني أعطيك مثالا لكيفية عمل العقوبات بشكل مؤثر أو غير مؤثر عندما كنت في سنوات الدراسة الثانوية والجامعية في عهد الرئيسين كارتر وريجان كان لي زميل في الجامعة ليس متخصصا لكنه كان يسخر من أسلوب كارتر مع إيران عندما احتجزت رهائن أمريكيين وكان يطالب بفرض عقوبات اقتصادية فيما لم تكن له أي دراية بعلم وفنون السياسة لكنه كان يدرك أن العقوبات الاقتصادية يمكن أن تسفر عن إطلاق صراح الرهائن الأمريكيين أعتقد أن هذه نظرة موجزة توضح أنك في أي وقت تفرض في العقوبات يتعين عليك فرض عقوبات كبيرة للتأثير على الدولة المستهدفة ولكن ليست كبيرة بحيث تحرمك من اتخاذ المزيد أو الاضطرار إلى شن حرب وأكد أعتقد أن فرض العقوبات يأتي بقطوات تدرجية قد لا تسفر عن إحداث التأثير المطلوب وفي هذه الحالة يكون وسعك فرض المزيد من العقوبات القاسية شكراً اسمح لي أن أعود إلى السيد موفت أنت عملت في الكونغرس لعدة سنوات وأنت مقرب للديمقراطيين في البيت الأبيض ما عساها تكون نصيحتك إلى إدارة بايدن وإلى زملائك في الحزبين حول الإجراءات المطلوبة في هكذا حالة أعتقد أن رسالة عضاء الكونغرس بداية جيدة ورسالة السنة الروبيو بداية طيبة لكنها كانت دائماً مسألة صعبة حينما كنت في الكونغرس وحالياً في الوقت الرئيس حيث أنه من الصعب دائماً أن تجد تركيزاً حاداً على قضية معينة مثل هذه وأن يتحقق التوافق عليها بين أعضاء الحزبين وأن تصل بها إلى أكثر من مجرد اهتمام وقتي بمعنى آخر هل هناك الآن رغبة ووسيلة لدى الكونغرس وهل لديه المثابرة السياسية للتركيز على هذه القضية في هذه المنطقة وممارسة الضغط بحيث يكون هناك رد فعل إيجابي يصدر عن الأطراف التي تدخل في صفقات مع روسيا إنه لشرف عظيم أن تكون معنا وأشكرك على تخصيص وقتك للبرنامج شكراً يا آدم أقدر لك ذلك بالفعل فأنا دائماً أتمتع باستضافتي في هذا البرنامج وفي الواقع أتلقى ردود فعل لمشاركتي من أنحاء مختلفة من العالم لذلك أقدر الرسائل التي يوجهها البرنامج ومن الأهمية بمكان إدارة هذا الحوار أمام الجمهور لتتاح للمشاهدين فرصة التعرف أكثر وأكثر على بواطن الأمور أعود مرة أخرى إلى المعلق الخاص للبرنامج مارك فايفلي ما يثير انتباهي في هذا النقاش كما أشرت أنت والضيفان في الحلقة هو مدى عمق تأثير هذه الصفقات التسليحية على العلاقات الجزائرية الأمريكية لكن ما يبدو أكثر إثارة للانتباه هو هذا التركيز من قبل الإدارة والكونغرس في أمريكا على الدول التي لها علاقات تجارية مع روسيا سواء أكانت تسليحية أو شراء النفط الروسي لقد سبق لنا أن تحدثنا في هذا البرنامج عن مدى تأثير أو تأثير علاقات الكثير من الدول مع أمريكا بسبب حفاظها على العلاقات مع روسيا سؤالان لك أولا هل ترى أن هذا الوضع قابل للتغيير قريبا؟ السؤال الثاني إلى أي مدى تحظى هذه القضايا باهتمام الشارع الأمريكي؟ في المرتبة الأولى نعم سيكون هناك تغيير جدري في التعاطي الخارجي للولايات المتحدة سواء مع نيجيريا أو مصر مصر مثلا التي حاولنا تزويدها بالسلاح فوجهنا بمعارضة من قبل المنظمات الحقوقية لكن الباب ترك مفتوحا أمام أمريكا مما سوف يغنيهم عن السلاح الروسي تم إننا بصدد تفكيك الترسانة الفضائية وشراكاتنا مع الروس وكل تلك التكنولوجيا الفضائية سوف يتم استغلالها في جوانب عسكرية وعسكرية بحثية أخرى وهذا كله عمل ينتظر إعادة الصياغة أما عن سؤالك حول اهتمام الشارع الأمريكي بهذا الموضوع لا أظنه اهتماما كبيرا فالشارع منشغل بالأساس بالاقتصاد ومرحلة ما بعد كوفيد كيف يتعامل مع تدخم الهجرة القضايا الاجتماعية لها تأثير أكبر في رأي الشارع الأمريكي لكن لا يجب أن ننسى أن جزءا من اقتصادنا مرتبط بالقضايا الدولية مثل ثمن الطاقة وسلاسل الإمداد وكلها تلعب دورا مهما لكن ليس بالقدر الذي يؤثر على رأي الناخبين الأمريكيين أمام السلاديق في نوفمبر المقبل تيم أعتقد أن مارك ونائب موفيت الآثنين مع أن أكد صعوبة أن تتحول دولة حليفة لروسيا مثل الجزائر التي أسست جيشها بالسلاح الروسي والخبرات الروسية نحو سوق تسليحية مغايرة سواء كانت الصينية أو الأمريكية أو الفرنسية أو غيرها ودعني أذكر هنا أن السلاح الروسي لا يرقى لمستوى السلاح الأمريكي والدليل ما يحدث في أوكرانيا اليوم والملاحظة الأخرى هي أن اعتماد الجزائر على التكنولوجيا الحربية الروسية سوف يضعها في وضع محرج وضعيف حين تعجز روسيا اقتصاديا وتكنولوجيا لدعم هذه المشتريات بقطع الغيار أو حتى توفير عتاد أكثر أريد أن أسألك هنا ما رأيك في كل هذا؟ أعتقد أنك أثرت نقطة بالغة الأهمية فأنا أرى أن بوتين وروسيا افترضا إمكانية غزو أوكرانيا وتحقيق نصر سريع اعتقادا منهما بأن روسيا قوة عسكرية عظمى وفي هذه الحالة تكون قوة ملائمة للدخول في صفقات تجارية ولكن ما حدث هو العكس وحقيقة الأمر هي أنه إذا وصلت روسيا إلى حالة تعذر فيها الانتصار أو خسرت الحرب في أوكرانيا فستعود إلى أراضيها تلعق جراحها وسيكون الأثر كبيرا في تقليص قدرتها على تقديم الخدمات لتلك الدول التي تستورد منها السلح فكذا فإنك إذا كنت في المغرب أو في الولايات المتحدة ستكون هذه أخبار صارة أما إذا كنت في دولة وضعت كل البيض في سلة ترسانة روسيا العسكرية فستكون تلك أخبار سيئة للغاية وأعتقد أنه سيكون من المثير متابعة الأثار بعيدة المدى لذلك لدي سؤال أخير لك فقد أشر مارك إلى نقطة مهمة وهي أن الولايات المتحدة غير مستعدة لبيع السلاح لأي دولة على عكس روسيا التي تابع لمن يضع المال على الطاولة فالولايات المتحدة أكثر تدقيقا تجاه زبائنها فمصر مثلا طلبت نظاما دفاعيا ولم تحصل عليه وبكل تأكيد لو طلبت الجزائر نفس المنظومات سوف يكون من الصعب على أمريكا الموافقة على هذه المبيعات بسبب ملف حقوق الإنسان في الجزائر وقضايا ثنائية أخرى لو قررت الجزائر الذهاب إلى الصين ألن نكون أمام نفس المشكلة؟ لست متأكدا من أن ذلك سيكون وضعا أفضل للولايات المتحدة ففي أي مرة تتعامل مع أنظمة مختلفة ودعني أوضح ذلك في المجال التجاري فإذا كانت شركة خطوط دلتا الجوية تعتمد على طائرات إيرباس وفجأة أدخلت طائرة بوينغ ولا احتياجات مختلفة ومساندة ومعرفة مختلفة فإن ذلك تطلب بعض الوقت في المجال التجاري يمكن عمل الانتقال تدريجيا ولكن في المجال العسكري ما الذي يمكنك عمله خلال ثلاثة أو أربعة عوام يستغرقها الانتقال ويتم تعليم الأطقم الأنظمة الجديدة والتخلص من الأنظمة القديمة هذا يشكل تحديا حقيقيا للجزائر لكن انتقالها إلى استراض السلاح من الصين ليس بالضرورة وضعا أفضل للولايات المتحدة وهناك فرصة تتاح مع ذلك بإضعاف الجزائر وليس إلحاق الضرر عسكريا بها ولكن تتاح الفرصة لفرض الإرادة الأمريكية على الجزائر خلال تلك الفترة الانتقالية وملحظاتي في الختام هي أن الجزائر في ورطة كبيرة لسببين حامين فقد علمتنا الحرب الأوكرانية أن الدول التي تتوفر على السلاح الأمريكي تتفوق كثيرا على الدول التي لديها السلاح الروسي وبالتالي فالجزائر تتوفر على سلاح متواضع مقارنة مع دول أخرى في البنطقة لديها سلاح أمريكي أكثر تطورا للدفاع عن نفسها وثانيا أن الجزائر أساءت الاختيار باعتمادها على روسيا وهي اليوم تضر بعلاقاتها مع الولايات المتحدة وهي كذلك في وضع لا يسمح لها بتغيير وجحتها بتغيير وجحتها مما سيكلفها عدة مصاعف في علاقاتها معنا وفي بناء منظوماتها الدفاعية أود في النهاية أن أشكر ضيفي عضو الكونغرس السابق توبي موفيت والكاتب الإعلامي تيم كونستنتين والمعلق الخاص للبرنامج مارك فايفلي وشكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة